بعض المنتجين بيستغلوا القاصرات والشابات الباحثات عن فرصة بغرض التحرش شو بتقولي لك الصبية بدها تفوت بهالمجال والوحوش عم بيتربصوا حوليها هلأ هذا عرض وطلب أنا ما بدي لك هذا وحش وهي مثلاً فريسة بس القاصرات هني عندنا الوعي الكامل يا عمري القاصرات عند اللي أنا جاي بدي يفوت أنا جاي لعندك ما لي قاصرات أنا جاي لعندك بدي أعمل لقاء معك بعرف شو بدي أحكي معي شو بدي أخذ منك شو بدي تأخذي مني ما حدا بيفوت على مجال ومو عرفان شوني هايته لأنه نحن بالأعمال الدرامية صار كتير إجت مسلسلات حكت المنتج شو بيقدي مدير الإنتاج شو بيطلب المخرج شو بيطلب يعني كله معروف يعني واحدة تجي تقولك والله أنا طلبوني ورحت والمخرج قال لي إذا ما بدي أنا تعطيني هيك ما بأخذك المنتج قال لي مالك مضطرة أنا أنتي مالك مضطرة تفوتي بشي مالك علاقة فيه وسط الفني معروف بسوريا بمصر بالإمارات بلبنان بكل وطن العربي معروف فيه تنازولة ومعروف شو بدون وشو عليهم لا يجي حدا يتفلسف ويحكي يقول أنا انخدأت أنا نغشيت أنا لا يحبط في هيك وفي هيك رجاء يعني فيه شركات إنتاج محترمي مخرجين محترمين فيه محترمين ما بدون شي باعي قدي دورك إذا أنت حلوة ومهضومة وقاصرة أو مش غير قاصرة إذا نحنا حبيناك بناخدك بتمسكي وكذا وفيه شركات إنتاج تانية أو مخرج تاني أو كاتب تاني أنا بجيبك بس أنا بدي يطلع لي منك هيك بدي صاحبك بدي أظهر معي بدي كذا أنا هلا بيجي على شركة بدي أشتغل ما بدنا منك شي بس قدي هاي شخصيتك وهي أوكي بيجي مثلا شركة تاني أنا بدي هيك أقول له شكرا يعطيك العافر وصني حتى عرض عليك هيك شي بحياتك يا بتقبلي يا بتقبلي رجاء وبتأخذ الدور لا ما بقبل لك يا انت غيرك يعني مش انت يعني يا هيك يا هيك عرض وطلب صح عرض وطلب يعني ما حدا بيجي بياخد شي غصبا عني برأيك ميشيل إذا البنت صار معا هالتحرش لازم تخبر مش لازم تخبر ولازم تتفهم وتسكت وما تقريب وتسكت وما تقريب تبعيد ما قليك خصة أنت هيدا يعني برأيك إذا هي تعرضت للتحرش تسكت ليه ما فيها تفضح إذا تعرضت للتحرش بس إذا عرض عليها وقبلت أو رفضت مش لازم تحكي بس إذا قرب عليها وبدو يتحركت فيها إجباري إجباري ممكن تحكي لازم تبلغ لأنه إذا حكت هي مجرد أنه هاد طلب مني وهذا طلب مني هيك ما عد حدا يطلبها أنه هاي لسانة طويل بجوز هدول مو طالبي منا هي عم تحكي لأنه ما أخدوها معهم بالعمل